دلوقتي احنا وصلنا لان احنا عملنا التجربة بتاعت الفي تريشن وعندنا التابل ده في النتائج بتاعتنا فيه الـ Volume of titrant وفيه الـ PH زي ما اتفقنا الـ PH في الاول قليلة لحد ما هيحصل مرة معامله من معين هيحصل ان فيه شارف انكليز في الـ PH بنزل بعدها ثلاثة او اربعة مالي طيب انا دلوقتي كنت بعمل كل التجربة ليه علشان انا عايزة اطلع الـ End Point فانا هطلع الـ End Point ازاي ان احنا بنرسم الـ Titrant K فبنرسمها طبعا على Graph Paper بيكون عندي الـ Y Access ده عليه الـ PH وعلى الـ X Access في Volume of titrant بالمالي انا لما اجرسم المتائج بتاعته اللي طلعه من التجربة هلاقي ان هي بتبقى طبعا باسم كل Point كده وعمل خواريها دايل عشان تبين ويأقوم جاي موصلهم بوصل الكيرف ده بـ E دي بوصل كل النقط بـ E دي فبيتلاقي الـ S shape كده بالشكل ده تمام؟ لان الاول كان الـ PH قليلة عشان الـ HCL بعد كده الـ PH بتزيد بحاجة بسيطة لحد ما عند مالي معين بيبدأ يحصل الـ Sharp Increase وبعدها بنزل تلاتة او اربعة مالي زي ما اتفقنا انا بقى من الكيرف ده طبعا اي كيرف لازم اكتب اي اللي موجود على الأبسيز على الـ Y زي ما قولنا موجود الـ Volume of T20 بالملي لازم اكتب عنوان الكيرف ده اسمه Normal Tiltration Curve أو Tiltration Curve علشان بعدها تبقى كل حاجة الدنيا واضحة في الكيرف عاملة ازاي انا عايز اجيب الـ End Point بالضبط من الكيرف ده فالـ End Point احنا عارفين هو هتبقى الـ End Point موجودة فين الـ End Point هتبقى موجودة تقريبا فيه مص الخط اللي هو اللي طلع فيه شرار في إمكليز ده تمام بس طبعا ده مش خط انا مش عامله بالمصطرة ده خط انا موصله بيد فما ينفعش اقوم جاي اي سن المسافة دي مثلا واقول اقصى مصه هيبقى دي End Point لا ما ينفعش تمام املا انا عايز اعرف النص بالضبط اللي هي عشان اجيب الـ End Point بطريقة مظبوطة فانا هعمل ايه؟ هقوم جاي عامل مماس لـ النخلة من الـ 2 اللي فوق او اللي تحت مش فرق خليه مور باكبر عدد من الـ 1 وبعدين بقوم جاي عامل مماس للجزء التاني اهم شرط ان المماس التاني ده يكون موازي للمماس الاولين علشان اعمله اعمله ازداد هقوم جاي يطلع كده بالمصطرة طبعا فيه طرق رياضية تانية ممكن حد يستعمل مسلس فيه حاجات كده بس اصحل طليقة خالص يعني انا انا شعيسين نخيب نفسنا اطلع بالمصطرة بالضبط كده وقوم جاي عامل مماس اهم شرط ان المماس اللي تحت ده يكون موازي للمماس اللي فوق بعد ما عملت المماسين هقوم جاي عامل ايه؟ هعمل عمود على المماسات عمود طبعا على المماسين لان طالما المماسين متعزين يبقى لازم العمود هيكون عليهم من اثنين لازم العمود هيكون عمودي على المماس مش على خط اللي اسمه وعشان اعمل العمود بعمل ايه؟ باجي بطلع في المصطرة اقضت بالضبط على المماس ده مثلا وقوم جاي عامل الخط ده كده كده يبقى انا ضمانت ان ده هيكون عمودي على المماسات تمام؟ يبقى مماس موازي ليه واعمل عمود على المماسين بعد كده باجي على العمود ده وقوم جاي ايسه هو كام سنتي بالزبط ده مثلا ستة اثنين من عشرة يبقى مصر ثلاثة واحد من عشرة بنصف العمود ده بنصفه يعني بالمصره بشوف ان المسافة دي تبقى قد المسافة دي بالزبط وقوم جاي من نقطة النص دي انا هستفيد ايه هقوم جاي واخد منها خط ثالث موازي للممسين الاولانيين موازي يبقى انا هجي تاني على الممس ده كده وقوم جاي طوالة لحد ما قابل النقطة اللي انا واخد منها ونقطة النص وقوم جاي عامل خط ثالث شرطه ان يكون موازي للممسين الاولانيين الخط الثالث ده يقوم جاي عامله عشان يقطاع لي الكيرف القصي بتاعي لا أنساش الكيرف الصي الممس верتيني هو الشكل حرف ده الكيرف الغصلي HeNot INPOINT فهنا أعيز الخط الثالث اللي هو الموازي ده يقطاع لي الكيرف بتاعي في نقطة هي ده المقطة بتاعة الان in point النقطة دي انا دعوات أنا عنديama engaged that أبحث عن الـسم P j يبقى انا دايما الـ End Point اشوف النقطة دي اضعيف الكلف بتاعي فين؟ انزل بالمسطرة على الـ X-axis اللي هو Volume of Titled وهي دي عندي الـ End Point النقطة دي كده هي دي الـ End Point بتاعتي